رشيها على عتبة بابك يوم الاثنين أو الثلاث قسما بالله هتم لبيتك رزق في الحال هينزل عليك الرزق والمال والقبول هتفتح جميع أبواب القبول في وشك مهما كانت مغلقة ومهما كانت الأمور صعبة في حياتك ومهما كان حجم المشاكل في البيت ومهما كان عندك حسد في جميع أركام بيتك والجميع الأشخاص اللي موجودين في بيتك حسد لولادك وكمان جوزك محسود وانت كمان حسة ان انت محسودة حسد قوي من حد مقرب من عين شديدة أو عين عندها الحسد وراصي وده بيكون أقوى أنواع الحساد تعالوا مع بعض نشوف الوصفة ونشوف الطريقة السلام عليكم معاكم قناة روحانيا ست البيت اتنين النهاردة الوصفة بتاعتنا سهلة بسيطة جدا جدا سريعة فجمة تتخيلي عندك مشاكل في البيت بسبب الحسد عندك مشاكل في البيت بسبب سحر عندك مشاكل في البيت نكد والرزق وجليل دايما زوجك أول ما بيروح أي شغل بيحس بديقة وخنجة وبيحس كمان أنه متداج ومخنج وبيسيب الشغل دا أو ما فيش أصلا شغل ولادك دايما خناك وزعيج وصوت عالي في البيت وزعل ما بينهم وبين بعضهم في حد عنده في العيلة أو حد بين الجيران أو حد بين المقربين عنده حسد وراسي يعني إيه الحسد الوراثي يعني أقوى أنواع الحساد هم اللي عندهم حسد وراسي يعني يقولك فلان دا دا هو وبيته وأهله دايما حساد أو دايما بيحسدوا أو دايما عينهم قوية أو دايما عينهم متنزلش الأرض أبدا أو دايما عينهم بتصيب ويعني بصوا بيقولك العين يا تحير يا تطير هم من نوعية الناس اللي عينهم يا بتحير يا بتطير يعني يا بتودي خالص يا إما بتصيب الإنسان ويفضل معلول طول عمره وعلى فكرة بتكون أنواع الحساد دول أو الحسد اللي من النوع دا اللي بيأثر في الأشخاص أو بيجل الرزق في البيت أو بيعمل مشاكل بيكون صاحبه أصلا مش عارف أنه بيحسد لأنه الحسد دا عنده وراسي فممكن تكون حد أصلا من المقربين ليكي فأنت عاوزة تحمي نفسك من غير ما تحسسي أي حد عايزة عينهم ما توصلش ليكي ولا لولادك ولا بيتك من غير ما تحسسي حد ومن غير ما تقذي حتى حد بكلامك أو تقول له أنت بتحسد أو أي شيء احمي نفسك يا ستي وخلاص احمي بيتك وزوجك وأولادك ومالك ورزقك وكل شيء خليهم يعني عنك وعن نظرتهم ليكي خليهم ما يشوفوكيش قدامهم أساسا تعالوا مع بعض نشوف الوصفة دي الطريقة دي جماعة مجربة الطريقة دي سريعة جدا 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 كل اللي عليك هتجيبيه هتجيبيه حوالي يعني كد كفتين إيدك كده من أي حاجة عندك ناشف يعني إيه يعني عندك درة تمام ناشف عندك فول ناشف عندك حمص ناشف عندك مثلا يعني أي حاجة من الحاجات دي عندك جمح ناشف خلاص يبقى أنتي عاوزة مثلا عند الجمح في البيت ناشف لسه ما انطحنش درة فول حمص أي حاجة من الحاجات الناشفة دي تمام هتجيبي منها كد كفتين إيدك كده في أي حاجة وتبدأ يعني يخد بالك من الطريقة من أولها لأخيرها علشان تنفزيها صح بعد ما تجيبي الحاجة الناشفة دي اللي عندك وطبعا ما يكونش عدس أو ما يكونش عدس يعني أسود أو أصفر ليه؟ لأنه العدس ده مع أنه زي الفول وزي الحاجات دي ولكن لي استخدامات تاني وفي أوجات تاني وفي أيام تاني فبلاش هنا تحط العدس بأي ألوان وبأي أشكال خلاص؟ واللي ما يعرفش يعني إيه عدس يعني ياريت أي حد يكتب له في تعليق ويفهمه يعني إيه العدس كل الحاجات اللي قلتها لك هي بس اللي هتستخدميها بعد ما جيبنا شوية من الدرة أو شوية من الفول أو شوية من الحمص زي ما أنتم محبين هتبدأ تجيبي كوباية مية وتحطي عليها ثلاث معالج من خل التفاح أو الخل الأبيض وتحطي كوباية المية دول على النواشف اللي أنت حطاها يعني أنا مثلا حطا درة أنت حطا فول فلانا حطا حمص وهاتس بيها ليلة كاملة تمام؟ وأول ما تبدأ إن هي طبعا في ليلة يعني هتملة معاكي بس مش لدرجة إنها يعني تطيب خالص أو تستوي كل حباية فيهم فتنجعيها ليلة وتاني يوم تبدأ إيه تخديهم يكون صابح يوم الاثنين أو يوم الثلاث أي يوم في الأيام دي يوم الاثنين أو يوم الثلاث وتكوني عملالها بياتة من الليل وتاخدي الغلة دي اللي أنت نجعتيها وتبدأ ترشيها على الأعتاب وأنت بترددي لا إله إلا أنت سبحانك كإني كنت من الظالمين الطريقة دي ما تجيش تاني يوم تشيل الغلة من على الأرض تسبيها بس تعمليها جدام عتبة بابك بالضبط وما توديهاش بعيد ما ترشيهاش رش لا هتخديها بكفة إيدك وإنت بتحطيها على الأرض وبترددي لا إله إلا أنت سبحانك كإني كنت من الظالمين طبعا ليها أيام في الأسبوع يعني إما تعمليها الاثنين أو الثلاث يا إما الخميس والجمعة يا إما الاثنين والثلاث يعني تعمليها الاثنين والثلاث وراء بعض وراء بعض مع بعض يا إما تعمليها الخميس والجمعة برضو وراء بعض خلاص يبقى في الحالتين هتعمليها يومين يومين وراء بعض الاثنين والثلاث أو الخميس والجمعة خلاص في الحالتين هتعمليها يومين وتبقى عملالة بياتة جابليها بيوم بياتة ليه علشان احنا هنجعينها في خل ومية بنفس المقدار طيب انا عايزة اقولك كمان لو عندك سطح فوق بيتك خلال الايام دي اللي انا قلتلك عليها السطح ده هتاخد شوية من دول وترشيها في السطح ولو حابة تزود الكمية اكتر من كده برضو هتحط كمية اكبر من كده عليهم وتبدأ ان انت ترشيها على السطح خلاص يبقى في الحالتين كده عندك سطح عندك بلكونة عندك باب العتبة بتاعتك او باب الشقة حطي عليها الفول او حطي عليها الشامي او حط عليها الدرة او حطي عليها الحمص اللي انت نجعتين من الليل ورشيها على العتبة ومتشي لهوش لما يزبع عليه الصبح او اليومين اللي يعدوا عليك وانتي حطاهم ما تشيرهوش من على الاعتاب او من على السطح او من البلكونة حتى لو عندك في السطح تيور رشي اللي احنا عملنا دا او البكوليات اللي احنا عملناها دي رشيها بنفس الطريقة طبعا صفيها من المية ونشفيها كويس باي فوطة وبدأ يرشيها ويسيبيها تخلص ويستحسن الطريقة دي كمان تعمليها لو عندك اي سطحة خاص بيكي مش خاص باي حد خاص بيكي هيمنع الحسد نهائي عارفين الحسد اللي هو بتاع الاقارب او مثلا عندي جار دايما عينها جرحاني او دايما عينها في بيتي او دايما عينها شبكها طالل على بيتي او على قط النوم او على المكان اللي بناكل فيه او على المطبخ كل الكلام دا ما تخافش منه بعديها ما تخافش منه ابدا وعموما كده وانت بتمسح الارضيات لا اله الا انت سبحانك اني كنتوا من الظالمين رايحة جاية ردديها رايحة جاية ردديها والله العظيم زي السحر بتمتص كل السحر وكل الحسد وكل الامور الصعبة اللي موجودة ببيتك بتخرج جميع المشاكل من بيتك بتطردها وبتطرد الشياطين اللي هي الشياطين اللي هي بتزود المشاكل بتزود الجلك في البيت وبتزود التعب النفسي وبتمنع الرزق كل الكلام ده لا إله إلا أنت سبحانك كأني كنت من الظالمين في طريقة زي دي أو أنت بتمسح البيت أو بتنظف البيت أو بتكنسي بيتك عودي نفسك على طول تردديها في كل خطوة وخصوصا وإنت بتكنسي الأرضيات وإنت بتمسح الأرضيات وتخسليها وإنت بتلمي مثلا القمامة والزبالة من على الأرض وإنت بتعملي كل الحاجات دي وخدي بالك أكتر حاجة بتمنع الرزق من البيت والله العظيم كلام ده ما فيش حد يقولولي غيري أنا تمام؟ وخدي مني أكتر حاجة بتمنع الرزق من البيت إن أنت بيتك دايما تكنسي الزبالة بتاعتك وترميها على برة أو على عتبة بابك تعديها ما تعدي الزبالة بيتك للعتبة يعني ما تخليش القمامة بتاعت بيتك تعدي العتبة وأنت بتكنسيها لميها في العتبة الداخلية أو لميها في أي مكان أو كنسي دايما للداخل ولمي القمامة ورميها عادي ما فيش مشاكل أنت ترميها لكن ما تكنسيش زبالة بيتك أو يعني تكنسي الأرضيات وتكنسي المفارش أو السجاد وترمي على برة هتقول لي طب مانا بالامها برا لا ما تلميش برا خليكي دايما القمابة بتاعتك من جوا في حاجات وتكات كده ممكن تكون يمشو أخذ بالك منها بس هي دي اللي بتخلي بيتك دايما الحسد قوي بيكون فيها دايما العكس بيكون فيها دايما مشاكل الرزق دايما مفيش رزق دايما مفيش مش عارف ايه دايما في نكد خدي بالك من الحاجات دي ورشي الدرة او رشي العتس الأقصد الفول او الحمص طبعا احنا اتفاجنا مفيش عتس رشي الحاجات دي بعد نجعها للتين يعني يومين وراء بعض يومين الاتنين او التلات الاتنين والتلات مع بعض او الخميس والجمعة مع بعض وشوفي بقى النتيجة كدقها تكون سريعة وشوفي النتيجة ازاي هتكون مفاجئة والله العظيم هتتغير حياتك هتمنع مشاكل السحر والحسد من البيت نهائي هتريحك جدا جدا مهما كانت حالتك صعبة مهما كانت ظروفك ميقوس منها وهتقولي دي جالت والله العظيم بحلفلك الطريقة دي مجربة وصف سهل فقمة تخيل